السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على تمام النعم الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا العيد عيد التكبير وعيد الذكر لتعظم شعائر الله فالحمد لله على هذه النعم الحمد لله على الأعياد أعيادنا في الإسلام أعياد فرح وسرور فلله الحمد والمنة على عظيم عطاياه على فضله ومنه وكرمه الحمد لله أن جعلنا مسلمين والحمد لله أن مد بأعمارنا فبلغنا هذا العيد كما عودت كنا يا غاليات بإذن الله سأتكلم عن سنن العيد سنن عيد الأضحى مختلفة قليلا شيء بسيط عن سنن عيد الفطر أولا عيد الأضحى يختلف لأن هناك أناسا في الحج فأمورهم تختلف قليلا عن أمور غير الحاج فبعد نزوله من عرفات إلى مزدلفة يأتي يوم العيد فيذهب إلى ميناء ويرمي جمراته وينحر هديه ويحلق رأسه ثم ينطلق إلى مكة المكرمة فيطوف في البيت طواف الإفاضة وفي أيام التشريق يكون قد أنهى حجه فحجا مبرور وذنبا مغفور وتقبل الله منكم وبلغنا ما بلغاكم طيب بالنسبة لسنن العيد لغير الحاج نحن لم نحج فماذا نفعل؟ أولا الأضحية الذي سيضحي هو عارف أنه من بداية العشر لا يأخذ شعرا ولا أضافرا ويمكنه أن يضحي في البلدة الذي هو فيها وهو الأفضل أن يضحي وأن يذبح وأن يأكل وأن يهدي حتى يعظم هذه الشعير عند الأبناء لكن إن قرر أن يرسل قيمة الأضحية إلى بلادها أو إلى بلاد المسلمين أو حيث الفقراء فهو أفضل فيذبحون ويكون له أجرا بإذن الله لكن هنا يوم العيد فإننا أول ما نقوم نبدأ بالصلاة فإن الصلاة تكون قبل قبل الذبح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما نبدأ به الصلاة فنذهب إلى المصلة وتذهب النساء لا متعطرات لا متزينات لا متبرجات أنت خرجتي من صيام يوم عرفة وخرجتي من ذكر ومن تسبيح في هذه الأيام ولعل الله قد أعتق رقبتك في يوم عرفة وأنت تدعينا وأنت تسألينا فتذهب يوم العيد لتلبس اللبس المزين لتلبس اللبس الضيق لتضع المكياج لتتعطر أنت ذاهبة لتصلي أنت ذاهبة لتذكر الله أم ذاهبة ليروكي الآخرين أم ذاهبة إلى حفلة فاتقنا الله يا أخوات اذهبنا إلى العيد وفي كل عيد سأبقى وأكرر وأعيد لا يجوز لكنا أن تخرجنا بلباس فاضح لا يجوز لكنا أن تلبسنا الملابس الضيقة والملابس الحريرة التي تلسق على أجسادكم لا تلبس الألوان الملفتة لا تضعي أي شيء على وجهك إذا كنت ستضعي ستضعي شيء ضعي واقي شمس لأنك بحاجة له أما أن تضعي المسكرة وتضعي البودرة وتضعي الحمراء وتضعي الرموش وتضعي الأظافر كل هذا لا يجوز فما الفائدة أن يروكي الناس جميلة ثم هذا الجمال كله يلقى في النار فيحرق لقي نفسك عذاب الله ولا يغرنك صديقاتك اذهبي باحتشامك بعبائتك الواسعة بخمارك بنقابك لم تكن منقبة لا تضعي أي شيء على وجهك لما؟ لأني أريد الله عز وجل لأني أريد الرضا الله أريد أن يراني الله عز وجل فينظر إلي نظرة لا أشقى بعدها أبدا أما أن أخرج من أجل صديقاتي ومن أجل الناس وسيكون هناك رجال وسيكون هناك شباب وهم ينظرون وأنا في كل مرة أذهب إلى مصلى العيد لا بد أن أرى الشيفونات وأرى الألوان المزخرفة وأرى المكياج وأرى الأظافر وأرى الرموش كل هذا وكأنها لا تعرف أنها حرام تقول شيخ قال وشيخ أجاز النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصل فكل الوصل محرم أظافرا ورموشا وشعرا لا يجوز لك إحدى هؤلاء لا يجوز لك أن تلبس العدسات أو أن تضعي مكياج فالله الله يا أخي في ذهابك إلى المصلى بزينة أو بتعطر ثم عليك بالتكبير فإنه يسن للمسلم أن يجهر الرجال الرجال طبعا النساء تكبر بصوت منخفض أن يجهر بالتكبير عند خروجه إلى المصلى وذلك بعد كل صلاة ويكبر وهو داخل وهو خارج والنساء تكبر لكن ليس بصوت مرتفع إذا اغتسل الرجل وتطيب وأنت اغتسلت ولم تتطيب وخرجتم إلى المصلى وألبسي أولادك الملابس الجميلة فذهبتم إلى هناك من السنة أن نذهب من طريق وأن نخالف من طريق ومن استطاع أن يمشي مشيا إلى المصلى فهي من السنة أن نمشي إلى المصلى ونعود ثم نتبادل التهنئة ونهني الأهل والأحباب والخلان والأصحاب ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وندعو لهم ونسألهم الدعاء ونؤخر الأكل إلى ما بعد الصلاة فإذا فعلنا هذا وكان عيدا يرضي الله عز وجل أكرمنا الله بطاعته فكنا في الدنيا من منفازة بالسعادة أن رأينا الأصحاب والخلان أن خرجنا بطاعة الرحمن أن عشنا أجواء جميلة وفوق هذا ما اكتسبنا إثما ولا معصية فلقينا الله عز وجل يوم القيامة وهو علينا راض فيرى أننا قد نفذنا أمره وطبقنا سنة نبيه ما استطعنا على تقصير منه وعلى ذنوب فيغفر لنا ويعلم أننا حاولنا جهدنا وهو الغفور أننا ما أصرينا على المعاصي ولا سلكنا سبيل العصاه بل حاولنا جاهدين أن نلتزم بشرعه وأن نقتفي هدي نبيه صلى الله عليه وسلم تقبل الله منكم وكل عام وأنتن إلى الله أقرب وجعل الله أيام كنا كلها أعياد وفقني وإياكنا لطاعته لذكره وشكره وحسن عبادته وجعلنا عبادة مخلصين استمتعنا بالعيد فعيد كنا ثلاثة أيام أيام أكل وشرب ولعب من غير معصية لله ولا مخالفة لأمره صلي رحمك تصلي بأهلك تصلي بأصدقائك وجيرانك استمتعي بهذه الأيام إلعبي مع أبنائك أخرجي معهم وقضوا وقتا ممتعا جعل الله أيام كنا كلها فرحا وسرور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته